افتتحت معالي حصة فنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وسعادة تركي دخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الامارات معرض الاسر الاماراتية والسعودية المنتجة الذي تنظمه وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة في قاعة النجبة بدبي مول وبمشاركة 24 اسرة منتجة من البلدين وقد تم تنظيم هذا المعرض في اطار رؤية التعاون الخالجي بين الدولتين وسعيهما لتعميم وتحفيز الاسر نحو البدء بمشاريع تجارية متميزة ويتيح المعرض لزوانه فرصة التعرف على منتجات تقليدية وعصرية مستوحى من التراث الخالجي وفي كلمتها اكدت وزيرة تنمية المجتمع ان المعرض يعزز الاستقرار الاسري مما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي ترافق مئوية الامارات 2071 ومن جانبه اكد السعادة التركي الدخيل ان دعم هذه الاسر يعزز من اقتصاد المملكة مما ينسجم مع رؤية 2030